أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الإدانة لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين بما يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية وأكدت الخارجية على إدانة حادثي إطلاق النار اللدين وقع بالقرب من مدينة الأبيب وأصفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة آخرين وشددت وزارة الخارجية على الرفض الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب مع ضرورة تكثيف الجهود اللازمة بما يحافظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويحول دون الانزلاق إلى حلقات مفرغة من العنف وحذرت الخارجية من مغبة التصعيد المتبادل الذي لا يكرس سوى مناخ الاحتقان والإحباط ويقود ركائز الاستقرار بالمنطقة